المحترفين بدأ بقالوا جولتين النهاردة الجولة التانية اتلعبت اختتمت يعني وشايفين فيها نتائج ممكن تبقى مفاجأة فيه اي نعم ما تزعيتش النهاردة بعض المباريات بسبب مشاكل ابرزها كانت المنصورة مبارح انا قلت لكم من يومين المنصورة في الاخر هيزيع طلعت انا توقعي خاطئ وعلم تزعى المباراة النهاردة بتاعت المنصورة شايف ازاي بدايات دور المحترفين كافة نشان هنقرر تاني زي فوق زي تحت ممكن ايكي انا كلمة كنت مع حضرتك يوم من فترة وكلمة على قصة اندصار الاندية الشعبية نزبوط نفس الكلام تحت نفس الكلام تحت ان الامور صعبة انت بتتكلم في عشرين تيم يعني انت بتتكلم عرض ثمانية وتلاتين جيم محتاج نفس طويل اندية كتير شعبية مش هتستحمل منصورة سويس وشوف النتائج اسوان وانكن اسوان بالنسبة لفجأة هم الوحدين اللي عاملين ناتجتين محترمين جدا كذبوا مودرن اول ماتش وكذبوا وتعدوا تاني ماتش لنهاردة ما اتكاربت اسمعليه على غارطهم مودرن ده اللي هو مودرن سكة السكة الحديد اه مزبوط بالمناسبة عشان الناس مش فاهمة ايه مودرن السكة الحديد ده مودرن سبورت اصبح راعيا لنادي السكة الحديد فاصبح الاسم السكة الحديد مودرن ودي حق كويسة زي الاهل ودلفي وزي امبي وبايونيرز متالي طب سؤال لو فريق من دولة صعد للممتاز ايه اللي هيحصل هتتشال بقى الرعاية لانه ماينفعش فريق او يعتبروا فريقين المفروض ولا ماين قدرتين مختلفتين فعادي والله انا مش هقللن برضو احنا عندنا هنا كل حاجة تمشي مش مش حسب اللوايح ماتتوب في هاي حسب مش عايز اخش برضو في الدهاليس دي ولكن للأسف الشديد حسب ان انا اعرف افصل لك كل حاجة ان اخلي كل حاجة لك مسموحة او الله العظيم يعني هي مش لويحة هي مش لويحة يعني مكنت تلاقي فرقتين احنا معلش محترام يعني كنا بنلاقي كذا هيئة بمسميات مختلفة في نفس الدور الممتازة وبيلعبوا عادي صح والمصح زي بيترو جيت وم بي زي حرس حدود ضلاع الجيش وم الجيش والم بتتقال كانتقادات بالزبط ففيه فرق كتير فمش هنقدر هنا نخشل انهاء يعني احنا معنداناش النظام بتاعنا صفر اللوايح عندنا بتتفصل فعندنا كل حاجة عليها مخرج عارف زيما يكون عندك محمي شاطر عارف النهاردة بيعملك القضية وبيعرف يخراجك منها فهي الموضوع ماشي فهرجع هتالي لو الكورة عشان خطب برضو مروحش لانه بقى عشان مقولوكش انت بتاع مشاكل. اه. الان دي الشعبية تعبانة. اه. كمان انت بتتكلم هارضة في عشرين فرقة على مستوى جمهورية مصة عربية. الوضع الجهورافي ان انا محتاجة سافر كتير. اه. في فرقة كتير هتتتعب. في فرقة كتير اه. والنتائج ان هارضة منصورة تاني خسارة لها. اه. السويس تاني خسارة لها. ونيجي نحللها فنيا انت نهارضة بتتكلم. اه. في نادي. يقدر. يشتري لعيب. بمليون ومليون ونص واتنين مليون. مزبوط. ونادي يا دوبك. ميتين الف ومئة وخمسين الف جنيه. اه. فانت نهارضة بتتكلم في كوالتي بعيد جدا انا كابتناها. اه. فان نهارضة عشان اجل نهارضة اه الروح والما جا تعمل بقى الروح. لان برضو في حاجة تانية تقولك انا واقدر اشتغل كبادني كويس كتاكتك كويس. فاقدر اوقف فرقتي. يعني انت بتكلم برضو في كوالتي. اه. فروق فردية كبيرة جدا. اه. ففيه جاب كبير جدا بين اندية. وجاب كبير جدا بين اندية تانية تقدر تعمل حاجة كتير جدا. اه. فالوضع فيه ظلم. اه. فيه اندية. انا ممكن اقولك ان اوضع من قاعد. اقولك مين العشر فرق اللي هيبقى فوق والعشر فرق اللي دلوقتي طبيعا قبيلة. بس انا لأ يعني هادية برضو كمان هستنى كمان خمس اسابيع. تمام. ولكن واضح. انت النهاردة. الماولين راجع. ست نقط. والله اه يعني اه. ولا مادري. اه لسه انا برضو مانطز لكن انا ادورك مثلا في اندية هتبقى في المنفس من بدري. ماولين. دجلة. ابو ايري الاسمدة. ابو ايري الاسمدة. ابو ايري الاسمدة من عندها من عندها ادارة. اه عندهم ادارة محترمة عندهم موفرين لعبة محترمة جدا. اه اه مودرن. اكابت ان القطر محتاج دايما الفحم عشان يمشي. اه. طول ما الفحم يوقف. انت نهاردة ازاي نهاردة انا نهاردة بكسب. مثلا كسبت وربينه وقفقني. انا نهاردة محتاج حاجات تماشيني. اه. كمرتبات. كمكافئات. كاكاكا. الكلامة مش موجود بيوقفني. صح. فالنهاردة الاندية دي بتقدر توفل كامتة كله. وده اللي بيحط في اه بحط الاستقرار. اه. انا النهاردة مرتبي انا عارف انه يوم محت الشهر موجود. مكافئتي موجودة. لك انا بكسب. ومش موجود. بكسب. ومفيش مرتب شهر. هو ده الاندية الشعبال هتعاني منه. اه. لان كمان مجلس الادارات ما عندهمش الوعي ان هم انوا يوفروا حاجة. لان اتلاقي التسعين منهم بيدفع من جيبهم. مفهوم. بص انا يعني. صح. فالنهاردة انا كسبان انا اروح اقول للولد ايه. مش عارف اوفر لك مكافأة. مبروك. اقول للولد ايه. اه. يعني لا في حاجات اهم انه. طبعا. فتح بيت. طبعا. مزموط. يا كانت نهاردة مطلع عينه. في الاخر نهاردة هو ما بياخدش حاجة. النهاردة انت بتتكلم نهاردة اه السويس كان بيلعب القناة مبارح. مزانية فوق الخمسين مليون جنيه. اه. ومزانية تحت الارض. اه.